بسم الله الرحمن الرحيم مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم هو واجب من الواجبات الدينية التي فرضت على ابن آدم لمن استطاع وهو إذ ذاك يكتسب أهمية كبيرة على مستوى وحدة الصف والتسامح والتمسك بحبل الله والدعوة إلى نبذ الشرور ومحاربة الشياطين والقرب من الله سبحانه وتعالى عبر زيارة البيت الحرام وأداء الشعائر شعائر عدة لكل شعيرة معناها ومغزاها وهدفها وآثارها على المستويات المتعددة أيام قليلة تفصلنا عن المناسبة الكبيرة والعظيمة حيث تبدأ مراسم الحج بمشاركة الملايين من المسلمين من أقطار الأرض يختلط فيها العربي والأعجمي والأبيض والأسود والكبير والصغير ويتوحد الرداء بلونه الأبيض المجرد يتذكر الإنسان فيه قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى ولعل الذكرى تنفع المؤمنين سمحت الشيخ السلام عليكم بداية يعطيكم ألف عافية أسعد الله مساءكم بكل خير قبل أن أبدأ سمحت الشيخ في مناسبة عزيزة على قلوبنا المناسبة هي استشهاد أحد أمة أهل البيت الإمام الرضا سلام الله عليه يعني أريد منكم سمحت الشيخ كلمات نيرات بهذه المناسبة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين في ذكرى استشهاد مولانا الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام علي بن موسى الرضا نتقدم طبعا بالتعزية والعزاء لصاحب العزاء الإمام الحجة الإمام المهدي عزل الله في رجال الشريف ولولي الأمر الولي الفقيه لمرجعنا الإمام الخامن إيدا مضل ولجميع الموالين والمحبين والمجاهدين بالتعازي في هذه المناسبة إنها مناسبة حزينة فقد إمام من أئمة الهدى هو عالم آل محمد والرضا من آل محمد غريب توس كما يقال المدفون في خراسان هذا الإمام الذي في الواقع نتولاه ونعتقد بإمامته وولايته ونرجع إليه في كثير من الأحكام والفقه والعقائد وغيرها طبعا طبعا لأهل البيت عليهم السلام ولمدرستهم في هذه المناسبات الحزينة مناسبات وفيات لأئمة أيضا نقف معهم مع هزانهم لكن المهم هو الاقتداء المهم هو التأسي المهم هو الرجوع إليهم وفي الأحكام في الفقه في كل هذا العلم الذي نشره الإمام الرضا عليه السلام لا يتسع المجال في الواقع لأننا لأننا تحدث عنه عليه السلام إنه إمام مفترض الطاعة إنه إمام كان في الواقع علما من الإعلام الكبار الذي طبعا اتخذه المأمون بغض النظر عن حتيات وتفاصيل ما حدث وما جرى له مع المأمون كان سلطانا عليه السلام فإنه قال ولكن عليه السلام لم يحكم كما هو اشترط على ذلك يعني المأمون قام بلعبة سياسية فهمها الإمام وقام بالتصدي لها بما أمكن نعم هي في الواقع فترة كانت فترة صراع بين العباسيين وبين الأمين والمأمون وكان يراد استغلال راية العلويين وكان هو رأس العلويين فسلام الله علي يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا رزقنا الله وإياكم زيارته إن شاء الله لأخرة الشفاعة سمحت شيخ حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة عن الحج وأحكامه بإذن الله سبحانه وتعالى سنتطرق إلى ما أمكن لأهمية الحج وأثاره ويعني توصيات عامة للحجاج الذين سيتشرفون بهذه الشعائر المباركة سمحت شيخ لفتني سؤال أريد منه الإجابة بشكل مباشر وصريح إن شاء الله خلينا نبلش بداية بالمعنى معنى كلمة حج بالتحديد حتى يفهم المشاهدون مهم جدا الحج يعني القصد لغة حجة قصد حجة إلى الجنوب قصد الجنوب حجة إلى البقاع قصد البقاع للغة العربية لكن الحج في الإصلاح الشرعي هو الذهاب لمكة المكرمة والقيام بأعمال خاصة وعبادة خاصة من طواف وصلاة الطواف والسعي